والأمر الثاني هو المحبة المحبة قال يا رسول الله متى الساعة فقال له نبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولكنني مرء أحب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب المرء مع من أحب المرء مع من أحب فيقول سيدنا أنس ابن مالك صاحب رسول الله فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث لماذا لأنهم كلهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن منزلته صلى الله عليه وسلم أعلى منهم بكثير فكانوا يخفون يوم القيامة أن أحدهم لا يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أنا من رسول الله واضح فلما قال له المرء مع من أحب فرحوا لأنهم كلهم يحبون رسول الله فاستبشروا بأنهم بإذنه تعالى سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الباب لا تنسوه يا أخواني لا تنسوا باب المحبة أحب العلماء على مر العصور أحب الصالحين العمر محدود يا أخواني ما يتسعى لكل الأشياء يعني من تعمق في العلوم من تعمق في العلوم هذا سيشغله عن كثير من العبادة يعني قل من العلماء من كان يعني مالئا وقته كله في العلم والعبادة قليل هذا وصعب ليس بالأمر السهل من تعمقوا في العبادة كان على حساب العلم ومن تعمقوا في العلم كان على حساب كثير من العبادة كان لهم عبادة ولكن إيه محدودة لأن أغلب وقتهم كان يظهر بلوين إلى العلم العلم والتعليم تبهنا كيف فبقي عندنا باب نستطيع كلنا أن نفعله وباب سهل جدا ما هو هذا الباب المحبة أن نحب العلماء أن نحب الصالحين أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أمامنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا مليئة بحبهم كيف لا وهم نقلات الشريعة كيف لا وهم الذين حضروا الوحي كيف لا وهم الذين حضروا المعارك كيف لا وهم الذين فتحوا البلاد أنا وأنتم فتحنا أعيننا على بلاد إسلامية فيها مساجد وفيها منائر وأبونا اسمه محمد وأمونا اسمها فاطمة وزينب وخديجة وإلى آخره من الذي تعب؟ من الذي فتح البلاد؟ من الذي سالت دماؤهم حتى مكنوا لهذا الدين؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني الخسران كل الخسران من لم يكن في قلبه محبة لهذا الجيل العظيم الذي قال الله عز وجل عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس فلا تنسوا باب المحبة لأصحاب رسول الله لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء للإمام أبو حنيفة للإمام الشافعي لإمام أحمد بن حنبل الإمام مالك وغيرهم من الإمه للفقهة للقراء للمحدثين للصالحين الذين كما ذكرنا صرفوا أعمارهم في العبادة وفي الصلاح ونحب جميع من له صفة محبوبة عند الله عز وجل الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ما هي؟ وهكذا أنظروا في القرآن أوصاف الذين يحبهم الله عز وجل فنحب هؤلاء الأصناف جميعا عسى الله عز وجل أن يلحقنا بهم عسى الله عز وجل تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني